قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن عدد الراغبين بالمشاركة في قمة المناخ كابتواني سيفن هذا العام يساوي تقريبا ضعف أعداد المشاركين بقمة المناخ خلال العامين السابقين وأوضح مدبولي في تصريحات من مدينة شرم الشيخ أن استعابة كل هذه الأعداد يعتبر تحديا كبيرا مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة توفير أماكن لجميع من يرغب من المشاركة تفقدنا مع كل السادة الوزراء كل الأعمال اللي بتتم على الأرض هناك من رفع كفاءة المركز الحالي وإضافة ما تطلق عليها المنطقة الزرقاء اللي هي خاصة بسكرتارية الأمم المتحدة واللي حتبقى فيها تمثيل كل الدول والمؤسسات الرسمية ودي يمكن شفنا حجم العمل اللي بيتم على الأرض هناك وعايز أقول أن الحمد لله ودي نقطة مهمة جدا يعني نتيجة طبعا لسمعة مصر وقدرتها ونجاحها دايما في استضافة الفعاليات الهمة عدد الراغبين أن هذا العام في الاشتراك في المؤتمر قمة المناخ في مصر تقريبا ضعف الأعداد اللي كانت في المؤتمرات السابقة في العامين السابقين وده دنا طبعا تحدي أن أنا مضطر أن أنا أستوعب كل الأعداد ودي كانت توجيهات سيادة الرئيس كل اللي عايز أن هو يشارك في هذا المؤتمر لازم أن احنا نوفر له أماكن وما ناعتذرش الحد وبناء على هذا الكلام ضعفنا المسطحات اللي حتبقى متاحة ودي طبعا حتبقى مسطحات يقيمة دائمة أو مؤقتة ممكن أن نفكها بعد المؤتمر إن شاء الله